اكد النائب محمود البحراني رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمليس النواب أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ومواكبها من مبادرات وجهود من أجل التخفيف من تداعياتها منذ بدء انتشار الفيروس عالميا وحتى اليوم يحتم علينا جميعا التكاتف والوقوف صفا واحدا في مرحلة ما بعد الجائحة من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود منوها بالتعاون الإيجابي والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونوه البحراني بمسارات العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن المرحلة المقبلة حتى الوصول لنقطة التوازن بين المصرفات والإيرادات الحكومية وذلك بالعمل على تنفيذ المبادرات الجديدة التي تتعلق بزيادة الإيرادات وخفض المصرفات العامة وأوضح أن أي حلول أو خيارات مطروحة يجب أن لا تمس الدعم المقدم للمواطنين مع الحفاظ على استثناء كافة السلع والخدمات الأساسية من تطبيق القيمة المضافة